تضرب الجبهة خلاص الوطني تعلن رسمياً عن موقفها من الانتخابات خلال الأسبوع الماضي سخطه موقف تقريباً وإلى مزالة خلافات تتشقهم في خصوص هذا الموضوع أنا ما عنديش علم أنه الجبهة قالت أنا خلال الأسبوع الماضي باش تقدم قال سي نجيب في حوار معي أنا ما سمعتوش بكل حوال ما نعرش ولكن أنا في بليش بفعل في بليش أنه الجبهة عملت لنفسها التزام زمني أنها باش تصدر موقف شوف الموقف من الانتخابات تتدخل فيه كثير من العوامل أولاً تتدخل فيه المسار الانتخابي وقانونية وشفافية المسار هذا اللي للأسف من شروط نزاهة الانتخابات أنه المسار الانتخابي يبدأ مسار واضح من بدايته إلى نهايته يعني أنت كتاقف في بداية من يوم صدور الأمر اللي يدعو للانتخابات وتنظر الستة أكتوبر يلزم الطريق يبدأ واضح ومستوي وتشوف في المحطة الأخيرة تشوف في محطة الوصول هذا من شفافية ونزاهة المسار الانتخابي احنا للأسف في المسار الانتخابي منذ اليوم الأول كانت فيه تعون وكانت فيه إشكاليات منذ الأمر منتع دعوة الناخبين في ستة أكتوبر كان ثم إشكاليات ثم تعدينا بعد للإشكاليات منتع التزكيات ثم للمحكمة الإدارية ثم وضع مرشح في السجن ثم منع مرشحين من الترجح ومسألة التزكيات وحتى الاعتقالات هذه اللي سايرة في قواعد حركة النهضة وكوادرها هذا أيضا ما هوش بعيد ربما على الموقف من التزكيات أو على الموقف من المشاركة في الانتخابات يعني ثم جو ومناخ من الاذتراب من التوتر من عدم اليقين اللي صاحب المسار الانتخابي منذ بدايته هذا الكل يلقي بذلاله على نزاهة الانتخابات وعلى شرعية الانتخابات وعلى هذك المحكمة الإدارية وقت اللي تقول اللي رأي الطعون هذية ممكن تتحول ليست فقط الطعون في قرارة هيئة الانتخابات ولكن ممكن تتحول إلى طعون في المسار الانتخابي وتلغي ربما نتائج الانتخابات هذية رأيه الرأي القانوني هذية رأي قوي وعنده ما يدعمه في الواقع وهذا الناس كل قعدة ترى فيه بالتالي هذا يزم نحطوه في الاعتبار هذا معطى أول يزم نحطوه في الاعتبار معطى ثاني يزمنا نحطوها أيضا في الاعتبار هو أنه السلطة هذية شعبيتها ترأت وضعفت وأصبحت عاجزة حتى على منافسة بعض المرشحين المستقلين اللي واضح عندها أنه ما ورهاش حتى قوة سياسية وما ورهاش حتى عمق شعب هو العياشي الزمال مرشح سياح لانتخابات الرئاسية ولكن لما تخل الانتخابات الرئاسية لما قدم ترشحه واضح اللي الرجل مستقل وما عندهش وراه لعمق شعبي ولا قوة سياسية سندته ومع ذلك السلطة هذية خافت منه وضعته في السجن ومعناها ثم خوف من منافسته زهير المغزاوي مرشح انت حسب صغير في البلد معناها أقصى ما نجم يتحصل عليه في تاريخه 14 مقعد في انتخابات 2019 ولكن مع هذاك خافت منه هي تعرف اللي هو ماهوش مش يجيب أكثر من بعض الأرقام الفردية من النسب المئوية واحد والاثنين والثلاثة إلى أخيرية من النسب المئوية ماهوش متوقع باش يكون منافس جدي وقوي للقيس السعيد بعض المرشحين الآخرين عايدين من بعيد معناها وما كانش حينهم حضور سياسي وما عندهمش رسيد سياسي كبير بنوى خلال السنوات الأخيرة ومع ذلك خافت منه وهكذا وهكذا هذا عنده دلالة واحدة دلالة أنه السلطة هذه معاتش عندها فيق في أنها قادرة على أنها تنافس أي مرشح مهما كان ضعفه في انتخابات شفافة ونزيل إذن تم تغيير حصل في موازين القوى في البلاد تم تغيير كبير وتم انقلاب كبير حصل في موازين القوى الشعبية في البلاد السلطة قرأت هذا وتعرفه وعلى هذاك اتخذت الإجراءات هذه باش يقعد قيس سعيد المرشح الوحيد الأوحد طبعا لما ينافس نفسه باش يفوز من الدور هذا المعطى الثاني اللي لابد أن نحطوه في اعتبارنا المعطى الثالث اللي لابد أن نحطوه في اعتبارنا هو أنه أي موقف تتخذ جبهة الخلاس في ظل حالة الإجماع السياسي والوطني اللي حاصل في البلاد الآن على بعض بعض الأشياء الأساسية بما في ذلك تقييم السلطة هذه على أنها انقلاب وضرة عودة المصر الديمقراطي وأنه التغيير مطلب سياسي ومطلب شعبي وغير 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 لابد أيضا من الموقف من الانتخابات من دعم أي مرشح أو من مقاطعة الانتخابات أن يحافظ يحاول قدر الإمكان أن يتماهى مع الحالة الوطنية الجامعة اللي قاعدة تتشكل الآن في الساحة السياسية التونسية ما يكونش موقف معزول ما يكونش موقف ضد شق أو جزء من الساحة الوطنية ومن الساحة السياسية من أجل تحسين فاعلية وتأثير الموقف السياسي اللي ممكن تاخده جابة الخلاص لابد أن الموقف هذا يكون متناغم مع الموقف اللي موجود في الحالة الوطنية كما قلت اللي هي موجودة الآن في البلاد هذه من ثلاثة اعتبارات لابد من وضحهم قبل اتخاذ الموقف بالمشاركة أو بالمقاطعة إلى حد الآن ما زال الوضع يحمل نوع من الغموض اللي يخلينا مناش قادرين على أنه انبتوا في أي اتجاه نمشيه صحيح المصار الانتخابي فيه كثير من الهينات وكثير من الطعون وقانونيا هو غير شرعي بمقتضاء قرارات المحكمة الإدارية ومقتضاء التجاوزات الحاصلة الآن صحيح ثم انقلاب في موازين القوى الشعبية وربما لو المعارضة غدوة تنزل بكلها وموحدة حول مرشح واحد وتكون ثم ضمانات الانتخابات حرة ونازيها فإنه ممكنك المرشح هذا كيفوز مطلوب أيضا أنه موقف الجبهة يكون ضمن الحالة الوطنية الجامعة الموجودة في البلاد هذن ثلاثة اعتبارات وقت اللي تتوضح الصورة فيهم وقتها جبهة الحلاس يعني مبادرة بعض المرشحين لدخول للانتخابات والتقديم ترشحهم للانتخابات وهالاشتباك القانوني اللي صار وهالحيوية السياسية اللي صارت منذ التزكيات ومنذ جمعة التزكيات ما بدلكمش رأيكم بتخلقت حالة سياسية جديدة والناس خرجت من الخوف والناس تتكلم وتتحرك وثم جمال سياسية قاعدين نسمعوا فيها من هذا الطرف أو ذاك ووقعت حركية ووقعت تعريه للنظام ولو لا هذا الاشتباك القانوني اللي صار من المرشحين اللي يبادروا باش قدموا ترشحة انترح ما كونوا صدر هذه الحالة الحالة اللي عبر فيها هذا الانقلاب على ضعفه وعلى عزلته وعلى تعريته بالشكل اللي احنا موجودين فيه وبالتالي المشاركة تصبح تقريبا مسألة ايجابية وتقريبا تنسى جمع الميزاج الشعبي الموجود اليوم شوف اولا ما النجموش نحكيه على ميزاج الشعبي قلت احنا مزننا مزننا نتحسسه في الواقع لانه النجم يكون تم عزوف كبير ايضا على الانتخابات بحكم مش فقط الاسباب السياسية على اهميتها بحكم ايضا والا الاقتصادي والاجتماعي الصعب اللي فيه البلاد بحكم خيبة الامل اللي حصلت من كثير من الفئات الشعبية تجاه السلطة بعد الاوضاع الاجتماعية الصعيبة اللي وليت عايشتها الناس بقى خلنرجعوا لموضوع السياسي طو ربما اذا جاءت فرصة نحكيه في المسألة الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الوضع في البلاد احنا ثمننا هالحارة كذلك وهالديناميكية اللي حصلت في البلاد السلطة ما كانتش متوقعة انه باش تتعرض الضغط بهذا الحجم في الانتخابات الرئاسية كانت مرتاحة في الانتخابات التشريعية وفي الانتخابات الاقاليم وموقف المقاطعة كان هو الموقف المناسب بالنسبة لها واللي ريحها وخلها تمشي وحدها في الانتخابات الرئاسية القات موقف اخر مختلف غير متوقع كانت متوقعة انه ايضا موقف المقاطعة باش يكون موقف مريح بالنسبة لها اذا تقديم ترشحات من طرف مجموعة من الشخصيات هذي مثل ضغط عليه فسح المجال للتزكيات اللي اخذته حركة النهضة من اجل الدفاع على حق الترشح هذا ايضا كان مقلق ما ننساوش اللي راهو ثم عشرات الالاف اكثر من المئات الف تونسي اللي هم يمثلوا واحد بالمئات تقريبا من الشعب التونسي قاموا بتزكية منافسين لقيسس عيد هذو ما عملوا تزكية يعني هذو ما اذا كان كل واحد منهم في عائلته عنده خمسة ناخبين هذو ما اكثر من خمسمائة الف صوت قاموا بتزكية منافسين لقيسس عيد وما زكاوش قيسس عيد قيس عيد قال ورئيس الدولة قال انا زكاوني مئتين واثمانين الف ولا منعرش مئتين واربعين الف ولا قديش خطين الناس لهم ولكن ثم اكثر من المئة الف كل مرشح من المرشحين جاب عشر وخمستاش وسبعتاش وعشرين الف مزكي وهذا رقم مهم جدا يعطي مؤشر على ما هو موجود في الرأي العام بالتالي احنا نثمنوا الديناميك اللي حصل والضغط اللي حصل على السلطة واللي خليها ترتكب مزيد من الاخطاء وبالتالي تزيد تنكشف عوراتها قدام الرأي العام الداخلي والخارجي وعلى هذك احنا موقفنا على الاقل في حركة النهذا كان هو النضال من اجل شروط الانتخابات قلنا احنا ملتزمين بموقف جبهة الخلاص لنا مش نرشحه ولنا مش ندعمه في اللحظة لحظة البداية نتعلم مصار الانتخاب ولكن احنا عندنا موقف متميز شوية داخل الجبهة اللي هو النضال من اجل شروط الانتخابات واول شرط من شروط الانتخابات هو الترشح انه الناس كل تتمتع بحقها في الترشح باش تنجم الناس تتمتع بحقها في الترشح لابد من تزكيات وعلى هذك كان عندنا موقف بفصح المجال القواعدنا انهم يزكيوا من يرونه مناسبا ومن يثقون فيه في الانتخابات القادمة ولا شك انه الالاف مش منقولش عشرة الالاف من التزكيات هي من قواعد حركة النهضة ومن منخرطي حركة النهضة بالتالي احنا بيدنا جزء من هالديناميك هذي ما كانش بعيد علينا الديناميك هذي والضغط هذي على السلطة ما كانش بعيد علينا على الأقل في المستوى هذي من ترع التزكيات لا شك ايضا انه رجال القانون الاعلاميين سياسيين المحكمة الإدارية وغيرها ثم نوع من الانتفاضة اللي حصلت خلال هالمسارة الانتخابي هذي دفاعا على محطة مهمة جدا ومكسب مهم جدا واللي هو الانتخابات النازيهة والشفافة وبالتالي هذا مثل ضغط كبير على السلطة هل الآن ثم ضمانات كافية لأنه الأصوات اللي ممكن تتحط في الصندوق هل ثم ضمانات أنه هيئة الانتخابات باش تعلن النتائج اللي وقع اللي موجودة اللي وقع التعبير عليه في الصندوق ولا لا للأسف ما ثماش الضمانات هذه الكافية مش فقط خشية من أنه الهيئة تزور النتائج لا ولكن حتى بالقانون اليوم التحويرات اللي حصلت على القانون الانتخابي السابقة السابقة اللي تعطي للهيئة الحق في أنها تلغي نتائج المرشحين فصل 143 ومارسل 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 بالضبط تعطي للهيئة الحق في الغاء أصوات المرشحين اليوم ثم حديث يدور في الساحة على أنه مثلا بالنسبة العيش الزمال الجهات اللي عنده فيها قضايا منشورة وربما محاكم فيها ربما تبشي الهيئة في إلغاء نتائج تلك الجهات لصالح هذا المرشح معناها القانون على شك قلت أنا من له الجنون تشريعي القانون الانتخابي ولا يعطي للهيئة بالقانون الحق في أنها تغير النتائج وتلغي نتائج وتعطي نتائج هو بقطع نظر عن هذا المآل هذا مشكل كبير فبالتالي وين الضمانات اللي موجودة أنه نشاركه في الانتخابات نزكيه هذه الانتخابات من خلال المشاركة وبعد وإحنا عارفين اللي في نهاية المطاف معناها قيس سعيد لن يسلم السلطة بالانتخابات وبالتصويت هذا هذا اللي كشف عليه مصار الانتخاب لكن أنتم تكونوا حققتوا مكسب أنك تزيدوا تعريه والانقلاب تزيدوا توضحوا صورة أنه هذا انقلاب بالفعل هو انقلاب ويتجاه نحو الاستبداد ونحو الديكتاتورية ونحو الانفراد بالحكم بطريقة غير شرعية وبالتالي على الأقل تكون خطوة من خطوات إزاحة هذا الانقلاب عبر هذه الانتخابات يعني تكون الانتخابات هي محطة نظلية لمواصلة للنظل هذا هذا هو منطق الداعين للمشارك وهو وهي حجة محترمة ما عندناش إشكال احنا في هذه لكن ثم حجة مقابلة هذا القتلك اللي يجب أن يحصل فيه الترجيح والخيار وثم حجة مقابلة تقول لك المسار الانتخابي هذيه تقريبا المحكمة الإدارية ألغاته قانونيا مطعون فيه نتائج الانتخابات حتى لو تفوز به المعارضة لن تعبر على إيرادة التوانسة ولن تكون انتخابات حرة ونازية حتى لو تفوز به المعارضة واللي هو الآن أصبح فيه معناها موضع تساؤل كبير وشك كبير باعتبار كم وقتلك إسرار رئيس الدولة وإسرار السلطة على أنها تغتصب نتيجة الانتخابات مهما كانت فبالتالي أيضا اللي ناديه بمقاطعة الانتخابات يقول لك أيضا احنا مشاركتنا ممكن تعطي تزكية للمسار الانتخابي قالت رأوا المسار هذا مشكوك فيه وكل القوى السياسية والمجتمعية أيضا معناها عندها موقف سلبي تجاه اللي يحصل خلال هذا مسار الانتخابي وغياب الضمانات الحقيقية لهذه الانتخابات بالتالي الزوز مواقف عندهم الحجاج القوية انتاح على هذا كأنه قلت رأوا مازال مازال المسار الانتخابي لم يكشف عن كل خفايات طيب هذا موقف جبهة الخلاصة الوطني موقف الرياضة الشعيبي الرياضة الشعيبي كمواطن وين ترجح ترجح المشاركة أو المقاطع كان رحبا تنسلك أنت ستشارك أم ستقاطع هذه الانتخابات أو شنوه ترجيحك أنا موقفي باش يكون هو نفسه موقف جبهة الخلاصة الوطني نعرف لأنه لأنه لكن أنت شنوه ترجح مش فقط باش ننسجم مش فقط بمقتغاء معناها الالتزام السياسي بموقف الجبهة ولا ولكن معناه حتى موقفي الشخصي هو الموقف اللي مازال ما تبلورش هو نفسه الموقف يعني اليوم لو كان جاه ثم عندي موقف شخصي تبلور خارج حالة سمحني بين ذفرين سمحنا حالة الحيرة بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي اللي عايشتها مختلف مجابة الخلاص فقط ترواه كل القوى السياسية في البلاد تقريبا الحد الآن مازال ما عناتش على موقف الناس كل قاعدة تراقب وقاعدة تابع حتى عن مستوى الشخصي أنا جزء من هالتعبيرات السياسية اللي موجودة في البلاد ومن الشخصيات السياسية اللي موجودة في البلاد وبالتالي موقفي هو نفسه باش يكون الشخصي هذا باش يكون فيه تفاعل مع مجمل مواقف حتى لا تفاجأون وإذا كان اخذته قرار بالمشاركة في الانتخابات في اللحظات الأخيرة نمشوف الفراضية هذه فراضية أنكم ستتخذون القرار بالمشاركة هل ستدعمون العياش الزمالي؟ إذا اتخذنا موقف بالمشاركة في الانتخابات لن يكون لنا مرشح آخر غير العياش الزمالي تصلتوا بالعياش الزمالي عندكم ضمانات عندكم ثقة في برنامجه لأنه الثلاثة مرشحين اللي موجودين الآن هي بوضوح معناها احنا ننظروا مش للمرشح بصفته الشخصية ولكن ننظروا للمرشح بما يعبروا عنه من أفكار سياسية بالنسبة لقيس سعيد وبالنسبة لزهير المغزاوي يتحركوا على أرضية 25 جويلية ويعتبروا أنفسهم هم اللي يعبروا على المسار معناها رئيس الدولة الآن يعتبر نفسه هو زعيم مسار 25 جويلية وله الحق في الترشح على أرضية هذا المسار وزهير المغزاوي يعتبر أنه رئيس الدولة انحرف عن مسار 25 جويلية وهو حركة تصحيحية في إطار مسار 25 جويلية هذا الموقف انتاح العيش الزمال لا العيش الزمال يعتبر أنه وقالها بوضوح معناها في في الكلمات لعملها وحملته اللي عبرت عليها وكذا يقول المسار 25 جويلية هو انحراف على المسار الديمقراطي وبالتالي العودة للمسار الديمقراطي وإلغاء كل ما نتج عن هذا المسار من مظالم من تشريعات فاسدة من إجراءات معناها أفسدت العيش المشترك في تونس وبالتالي اللي عبر عليه من قيمه ومن مبادئ في عموميتها طبعا مش بالضرورة معناها باش يكونوا متفقين في كل التفاصيل ولكن في عمومه اللي عبر عليه نعتقده أنه هو أقرب لروح العودة للمسار الديمقراطي وستئنا في المسار الديمقراطي وعلى هذاك إذا قررنا المشاركة في الانتخابات فإنه طبيعي جدا باش أصواتنا تكون لصالح العيش الزميل يعني يمكن تتفق الجبهة والشبكة على دعم العيش الزميل والانخلاط بقوة في مسار الانتخابات تتفق من عرش تتفق بمعنى التنسيق إذا تقصد قلت أنا أنه هذا مهم زلم هوش وارد بمعنى التنسيق بين الشبكة وجبهة الخلاص ولكن أنه يحصل اتفاق في الخيار معنى أنه مثلا الجبهة أو حركة النهضة أو أي قوة سياسية أخرى تقرر دعم العيش الزميل والمشاركة في الانتخابات والشبكة أيضا تقرر الشيء هذا هذا ممكن كما ممكن العكس أيضا ممكن أيضا أنه يكون ثم موقف تشترك فيه الناس كل بالمقاطعة ويخليه يجري وحده بما يدينه بما يعزله وبما يفرغ ما تبقى من هذا المسار الانتخابي من كل رهانات وحول تجديد شرعيته وغيره